السياسة الاستعمارية الفرنسية الدينية والثقافية في الجزائر أولاً هدم المساجد ومصادرة الأوقاف السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بكم جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات أولاً هدم ومصادرة المساجد يعتبر الدين الإسلامي واحداً من أهم المظاهر الحضارية للأمة الجزائرية الذي يميز عن الحضارة الأوروبية لذلك حاولت فرنسا القضاء عليه لتهيئة المجتمع الجزائي للعزلة الدينية والاجتماعية وما يترتب عن ذلك من قابلية تحول هذا المجتمع نحو الحضارة الوافدة التي يمثلها المستوطنون وللتهيئة لهذه العملية بدأ الاستمر بتدمير المساجد التي كانت تمثل رتائز متينة لاستمرار الشعار الإسلامية إذلك فلنستغرب تصدي المستعمل لها منذ السنوات الأولى للاحتلال حيث استولى على تأثير من دور العبادة وحسب شهادة صاحب تتابة المرآة فإن الجنرال تلوزيل أجبر المفتي أن يتنازل له عن المساجد المجاورة للحصول تصدى تحويلها إلى المستشفيات ثم انتهتت حرمة المساجد رسميا وعلى نطاق واسا حيث حولت إما إلى تنائس أو ثتانات أو مخازن فتناقص عددها بشتبير خاصة العاصمة ورسنتينة فمثلا هذه الأخيرة كانت تحتوي على خمسة وسبعون مسجدا باقية منها بعد احتلالها ثلاثة عشر مسجدا فقط وحتى المساجد المتبطية أضحت تحتوي صيد إدارة الاحتلال تسير شؤونها وتتحكم في رعيها وتأن الهدف من هذه السياسة على ما يبدو القضاء على أعظم شريعة في الإسلام وهي الصلاة التي تؤدى في المساجد الجماعة وما يحمل ذلك من معاني التضامن الإسلامي ووحدة الجماعة وهذا طبعا يكون لصالح المستوطنين الذين السرعان ما انفتت مظاهرهم الثقافية والاجتماعية والدينية تغزو الحياة اليومية للمجتمع الجزائري الجنيرال تلوزيل تولى تلوزيل منصب حاتم الجزائر مرتين الأولى منه 1830 إلى غاية فيبري 1831 وعزل وثم عين أخرى عام 1835 مدة سنة ونص وعزل تذالت بسبب هزائمه المتطررة خاصة بعد هزيمته في حملة ترسنطين وفشله في احتلالها ذكر ابن عثمان خوجة أنه عندما كان عضوا في مجلس بلدية الجزائر في عهد الجنيرال بورمون طالب منه رئيس البلدية الموافقة على تحويل بعض المساجد إلى مستشفيات للجيش وأضاف أنه رغم الاعتراضات والملاحظات التي أبدأها حول هذه المسألة فإن إدارة الاحتلال لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وقطع الاستلال هذه المساجد ظلما عاصلنا على وثاق في مارتز الأرشيف الدبلوماسي بباريس في الرصيد المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وهو الرصيد الذي يضم مجموعة من التقارير الفرنسية عن النشاط الخارجي للحكومة الجزائرية بين 1959 إلى غاية 1967 ميلادي تم يحوي على التقارير عن الأوضاع التقافية والسياسية في الجزائر ابن الاحتلال ومن أهم علب هذا الرصيد المتعلقة بهذه الدراسة التي عاصلنا فيها على التقارير هام حول تطور التعليم بالجزائر الذي أشار إلى سياسة فرنسا تجاه المساجد ثانيا مصادرة الأوقاف إذا علجنا علاقة الفنسة بمصادرة الأوقاف فإننا نجدها وطيدة ذالت أن الفرنسيين أدركوا الدور الاستراتيجي لهذه المؤسسة الإسلامية العظيمة التي كانت هي الممول الرئيس للمؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية بل استيلاء عليها يؤدي من دون شرق إلى تصفية هذه المؤسسات وما ينتج عنه من واد عملية التعليم العربي الإسلامي وتقليص دور العبادة وقد اعترف بعض المسؤولين الفرنسيين بهذه السياسة بل واستنطروها مثل الديصاد عضو اللجنة الإفريقية وعضو البرلمان الفرنسي وتذالت إليرسيس دي تورفيل التعتيب البرلمان الفرنسي الذي طال سنة 1947 ميلادي لقد استولينا في تلمتان على هذه الأموال أموال المؤسسات الخيرية التي تلبي حاجات الإحسان والتعليم وذلك بأن حولنا جزيا عن استعمالاتها السابقة وأنقصنا المؤسسات الخيرية وتركنا المدائس تتداعى وبعثرنا الحلقات الدراسية لتضي انطفاءة الأنوار من حولنا وتوقف انتقال رجال الدين ورجال القانون وهذا يعني أننا جعلنا المجتمع الإسلامي أشد بؤسا وأرثر فوضى وأرثر جهلا وأشده مجي بتأثير مما كان عليه قبل أن يعرفنا تم أصدرت فرنسا في عهد الجنيرات لوزي طوانين لتصفية الأوقاف الإسلامية الجزائرية وتعنى أول قانون في هذا المجال طرار السابع ديسمبر 1830 ميلادي جعل من هذه الأوقاف ملتا للدولة الفرنسية فقد أصبحت تابعة لمصلحة الدومين وبذلك فإن سياسة مصادرة الأوقافية محاولة خطيرة للإخلال بمعادلة الصراع الحضاري التي كانت قائمة بين المجتمع الجزائر العربي الإسلامي والمستوطنين الأوروبيين لأن الإداءة الاستعمارية عوضت المؤسسات الإسلامية المصادرة بمؤسسات أخرى لنشر الثقافة الفرنسية والديانة المسيحية وهو ما إنعتس سلبا على الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية حيث جعل الملتيات الدينية تعيش فوضى واضطرابا في التسير وبذلك شتلت حملة مصادرة الأوقاف ضربة للدين والثقافة الإسلامية وخطوة خطيرة نحو محو التراث الإسلامي ثالثا التذيق على القضاء الإسلامي تعدى الاستهتار بالمؤسسات الإسلامية إلى القضاء الإسلامي فبعد متانة المحاتم الإسلامية في الأهد العثماني هي مصدر الأحتام تصدرها بيت الحرية وفقا لمبادئ الشريع الإسلامية تعرض بعدها القضاء الإسلامي للتذيق والمحاصرة فقد أصبح القضي يعين حسب الولاء وتحدد له مسبقا بموجب طوانين مجال عمله ففي عام 1834 ميلادي صدر مرسوم يتضمن حق الاستعناف في القضايا التي يصدرها القاضي المسلم وعين أمام مجلس الاستعناف الفرنسي وصدر تذيق عام 1834 اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد ترجمة نانسي قنقر